عاجل الظاهر أسفل الشاشة حيث خفضت الجوية الجزائرية من مستوى رحلاتها إلى فرنسا بشكل كبير وهذا بداية من يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس وحيث ستقتصر رحلات على مطارات العاصمة وهران وقسنطينة يذكر أنه ألغيت كذلك بعض الرحلات نحو فرنسا من مطارات أسطيف باتنة تلمسان الوادي بسكرا شلف بجايا وعنابة سيستمر هذا التخفيض من مستوى رحلات الجوية الجزائرية الذي جاء لمنع انتشار فيروس كورونا إلى غاية الرابع من شهر أفريل هذا وقد ألغت كذلك الجوية الجزائرية جميع رحلاتها نحو إسبانيا بداية من السادس عشر من مارس إلى غاية الرابع من أفريل وقالت الجوية الجزائرية في بيان لها أنها ستلتزم كذلك بتعويض جميع المسافرين الذين تأثروا ببرنامج الإلغاء والتخفيض في الرحلات ترجمة نانسي قنقر